لماذا نسفه فكرة الدولة المدنية لأنه أنا بحكي لك لماذا لأن القائمين على الحكم في كثير من الأقطار العربية لا يريدوا أن يشاركهم أحد في الاستئثار بالحكم لذلك يقولوا هذولة اللي بنادوا بدولة مدنية هذولة ملحدين طيب أليست الدولة في الأردن دولة مدنية الآن الآن مش في المستقبل أليست الدولة الأردنية دولة مدنية أم لا هي دولة دينية بس الفرق أننا ننادي بدولة مدنية ديمقراطية وليست بدولة مدنية حاف وننادي بدولة مدنية ديمقراطية ليست ديمقراطية حاف لأن المدنية دون الديمقراطية تعني السلطوية والديمقراطية دون المدنية تعني السلطوية أيضا هذه السلطوية من جهة وهذه السلطوية من جهة أخرى نحن نطالب بدولة مدنية ديمقراطية سواء قام بذلك التحالف المدني ولا غيره فكرة الدولة المدنية فكرة لن يتم وعدها ولو تم كل محاولات وعدها لن يتم مثل هذه لأنها فكرة حداثية تقوم على بناء دولة حديثة لكل مواطنية